رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد الحب اكسير الحياة هذا هو عنوان حلقتنا اليوم وبالحب يحيى الخلق وللحب يسعون وبالحب يعيشون وبالحب يبذلون ويؤثرون ويطيعون ويخدمون حياة بلا حب هي أقرب للموت من الحياة بل حياة بلا حب هي الموت نحن لا نتحدث على رومانسية عن رومانسية أو عن حديث الفساق والفجار عن الحب لكن نتحدث عن حب حقيقي خلقه الله تبارك وتعالى في قلوب الناس من أجل أن يختاروا ما ينفعهم ويفتعدوا عما يضرهم وإلا فالذي يخالف فطرة الله بحيث أنه يختار بحبه ما يضر ويبتعد عما ينفعه فهؤلاء تنكبوا الطريق وخالفوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وإن كان حديثنا بيضور حول العلاقة الزوجية وعن حديث من وراء حجاب والكلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة وبين الرجل وأهل بيته وبين الرجل وأولاده وبين المرأة وزوجها والمرأة وأولادها وبين الرجل والمرأة والأرحام والعصابات وغير ذلك فإنه حديث هام للغاية لأننا وجدنا في هذه الأزمنة المتأخرة استبدال للمعنى الجميل للحب بمعنى قبيح استبدال المعنى القبيح بالمعنى الجميل بحيث أن الناس أصبحت تطلق على كل علاقة غير مشروعة كل علاقة ترتكب فيها المحرمات كل علاقة تنتهك فيها الحدود المشروعة يسمونه حبا وهذا بلا شك من تلبيس إبليس فإن إبليس عليه لعنة الله حينما أراد أن يحرف آدم عن صراط الله المستقيم سمى الشجرة التي منعه الله أن يأكل منها سمها شجرة الخلد وشجرة الملك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فلبس على آدم وغير المعانى الجميلة بمعانى قبيحة أو المعانى القبيحة بمعانى جميلة حتى يلبس عليه وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الناس سيستحلون الحرة أو الحر وهو موضع الزنا والحريرة والخمرة والمعازفة والربا إزاي يستحلوا هذه الأشياء؟ قالوا يسمونها بغير اسمها عمرك ما تلاقي واحد أو واحدة ترتكب الحرام وتقول لقد فعلت حراما إنما تقول أو يقول أنه حلال فيشرب الخمر ويقول هي مشروبات روحية ويتعاطى الزنا ويقول هو حب وغرام ووله وعشق ويتعاطى الربا ويقول هو استثمار ومضاربة ويتعاطى المعازف ويقول هذه هي لغة حوار القلوب إلى غير ذلك فيسمون المحرمات بغير أسمائها حتى تتقبلها الأنفس في أيامنا هذه سموا العشق المحرم والتلاقي المحرم حبا وجعلوا له عيدا كل عام إذا ما أتى هذا اليوم يحتفل العشاق والفساق وأصحاب المجون بهذا اليوم يتهدون فيه هدايا باللون الأحمر يسمونها أو يسمونه عيد الحب أو ظلنتين أو ما شبه ذلك وهم لا يدرون ما الذي يصنعه من فضل الله علينا أن الله هدانا للإسلام وأن الله هدانا للفطرة الفطرة هي الإسلام والإسلام هو الفطرة ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين يعني فيهم اين بيغضوهم أجازة وبيتفسحوا فيهم وبيلعبوا فيهم وبيهادوا فيهم وبيقوموا بكل ما من شأنه ترويحا للنفس فقال لهم ما هذان اليومان تشمعنا ليون دول بتاخدهم أجازة وبتلعبوا فيهم قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهم في الجاهلية يوم عيد يعني بنعيد فيهم كل سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبد لكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأطحى طب هم يومين ويومين إيه الفرق يعني كان عندنا عيد فيهم كذا وعيد فيهم كذا لغاهم الإسلام وخلاهم فيهم كذا ويمكذا هل هناك فرق نعم هناك فرق هناك فرق العيد شعيرة دينية لأن الناس تعتاد عليه وتلازم وتنتظر وتفذل فيه ما تملك من أجل أن تحقق السعادة والرفاهية والراحة النفسية في الإسلام ربط الله العيد بعبودية لله تبارك وتعالى فعيد الفطر مرتبط بصيام رمضان عيد الأطحى مرتبط بالحج والحج والصيام من أكبر شعائر الإسلام بعد الصلاة والشهادتين فهذه الشعائر فيها إجهاد للنفس من أجل إظهار محبة القلب لله تبارك وتعالى لأن الحب هو الفناء في خدمة المحبوب الحب هو الفناء في خدمة المحبوب فمن حبك لله تبارك وتعالى قال لك صم انقطع عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنت من أجل حبك لله تبارك وتعالى وصدقك في الإيمان به أطعته وصمت الشهر فكافأك الرب تبارك وتعالى بيوم تشكره فيه على هذه النعمة وترجو فيه القبول وترفه عن نفسك وتخفف عن أحمالك شكرا لله تعالى على أنه أعانك على خدمته وطاعته هذا معنى الحب العيد الأطحى نفس الكلام مجهودك الذي تبذله في الحج أو المجهود الذي يبذل في الحج والمال الذي يبذل في الحج عظيم جدا فجعل الله ختام هذا العمل الصالح عيدا وفرحة وراحة وسعادة أنت خدمت الرب والتزمت ما أمرك به فكان جزاؤك أن يعطيك هذا اليوم لتفرح وتسعد وتمرح أما أهل الدنيا فأعيادهم دائما مرتبطة بتعظيم كبرائهم وزعمائهم أو تعظيم شهواتهم أو تعظيم محرم عليهم لذا كانت أعيادا فاسدة يعني شوف مثلا الفلانتين ده قصص كتيرة أو عن موضوع الفلانتين كلها بتكتمع على أن كان فيه رجل بيحب بنت وبعدين والبنت دي كانت بنت امبراطور وبعدين هذا الرجل قيل أنه كان قصا كان رهبا كان جنديا من جنود هذا الامبراطور وطبعا الجندي ده بالنسبة للامبراطور عبد عنده فإزاي حب بنته قيل أنه سجنه فلكنه أصر على ما هو عليه من حب ابنته حتى صبر إلى الموت يعني قدم يعني على طاولة الموت وضرب عنقه ولا زال مصرا على محبة ابنة الامبراطور فسموا هذا يعني شهيدا للحب ضحى بنفسه من أجل حبه لهذه المرأة والأصل أن هذا الحب كله حب حرام هو يحبها في غير ما شرع الله يحبها ولم تكن له زوجة ولم تكن له خطيبة يحبها وهو لا يملك مهرها يحبها ويريد أن ينهشها في الحرام ذئب لكنه لما صبر إلى أن قتل جعلوا يوم مقتله عيدا يتذكرون فيه صبر هذا الرجل على محبته لهذه المرأة هو ده شيء كويس شيء كويس طبعا هذا شيء خبيث لأنهم دائما بهذا الذكر يصححون كل علاقة محرمة كل بيت بتحب وده وكل وده بيحب بيت يقول لك أنه أرض الفلانتين وديها وردة حمرة وديها قلب أحمر ويقول لها مش عارف إيه أحمر وهي تلبس أحمر فأحمر إلى آخره كل هذا دليل على فساد الطوية وأنه ذئب يريد أن يحتال على فريسته لينهش عرضها وهي فريسة غبية ترتمي في أحضان هذا الذئب ولا تدري أنها ستفقد أغلى ما عندها عفتها طهارتها عرضها شرفها سمعتها أما في الإسلام فالحب أعظم من هذا بكثير الحب لوثوا هؤلاء بسبب ما تلوثت قلوبهم به من الشهوات والمحرمات لكن الحب عفة وطهارة الحب لا يكون إلا علاقة سامية في أمر مشروع عشان كده ما ينفعش الحب إلا بين زوجين بعض الشباب يقول لك أنا لازم أحب قبل ما تجوز عشان لو أتجوزت وأنا ما بحبش مش أعرف أحب بعد الجواز ده كذاب الشطاب بتحك عليه والتمثيلات والأفلام بتتحك عليه لأن ما قبل الزواج ده ما يسماش حب ده يسمى رغبة يسمى عشق يسمى احتيال من أجل الوصول إلى المراد ولو سألت كل الشباب دول لما تيجي تتجوز هتتجوز مين فلانة اللي مشيت معاها وانت في ابتدائي ولا فلانة اللي مشيت معاها وانت في إعدادي ولا فلانة اللي مشيت معاها وانت في سنوي ولا فلانة اللي مشيت معاها في الجامعة ولا فلانة اللي تسكعت معاها وانت كذا وانت كذا ولا صاحبتك في الشغل ولا زميلتك في العمل ولا زميلة السفر ولا اللي طرعت معاك في الرحلة يقول لك لا 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 كل دول مش هتجوزه انا عايز وحدة لم تمسها يد ابقى انا اول واحد يمسها اول واحد يلمسها اول واحد يوصل اليها اما الكل اللي انت مشيت معهم دول ايه قولك لا 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 لو كانت طاهرة ونظيفة وعفيفة وتستاهل تكون زوجة ما كانتش بذلت نفسها لاي حد سمعت ايه عرفتي ان كل اللي بيمشي معاك ما هو الا ذئب يريد ان ينال شهوته ويضيع وقته مع فريسة فيها من العبط والهبل والغبل والغباء ما فيها انما اذا اراد ان يتزوج لن يتزوج هذا واحد يقول لا انا كنت بحبها وانجوزتها واحد يقول لا دفلان اللي كان بيحبيني هو اللي جوزني طيب ايه اخبار جوزكم ها كان مستقر كان فيه سكن كان فيه مودة كان فيه رحمة لا كان كله شقاء وكله مشاكل واتطلقوا وربما كان عندهم اولاد بعد الطلاق ايه السبب لان لازالت المعطيات المحرمة والذلوب التي ارتكبت قبل الزواج علق بازهانهم هي تظن فيه انه سيصنع مع كل امرأة ما صنع معها ومع كل فتاة ما صنع معها وهو يظن انها تصنع مع غيره ما صنعت معها كل منهما فقد الثقة كما فقدت هي حياءها وكما فقد هو شرفه وكرامته بانه امتدت يده الى ما حرم الله عليه ولو انه نظر الى كل فتاة والى كل امرأة على انها كاخته كخالته كعمته كامه كابنته كزوجته ما صنع هذا معها جاء شاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنة هو في وسط المسجد كده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد بيد الدرس ورفع ايدي وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنة فكاد الناس ان يقعوا بهذا الشاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه اخبل اخبل الي علاج هذه المشكلة محتاجة فاهم وعقل لان الشاب ده تدفعه شهوته وانت اذا قابلت الشهوة بعنف لا يمكن بحال ان تحل هذه المشكلة انت تحتاج الى علاج هذه الشهوة بالعقل بسيطرة العقل عليها فالشهوة لا تدفع بعنف تدفع بعقل وروية وحكمة دعوه اقبل الي فاقبل الشاب حتى جلس بين يده النبي وبدأ النبي سلام يقول له اترضاه لامك قال لا قال وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم اترضاه لاختك قال لا يا رسول الله بابي انت وامي قال وكذلك الناس لا يرضونه لاخواتهم اترضاه لابنتك قال لا يا رسول الله قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم قال أترضه لعمتك لخالتك حتى عدد له محارمه من النساء فقال ادعو الله لي يا رسول الله فوضع النواة صلى الله عليه وسلم يده على قلبه وقال اللهم اهد قلبه واغفر ذنبه وفي رواية اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه فكان هذا الشاب في مكانة عظيمة وأصبح من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب النهاردة عايز يفهم عايز يدرك خطورة الأمر أنت لما بتتحرش ببنت لما بتتحرش بامرأة لما بتأذي أي وحدة بعلاقة محرمة معها لما بتأذي أي أسرة وأي أب بأنك تبقى على علاقة ببنته من وراء خلي بالك سيحدث سيحدث لك ما حدث لهم أنت كمان بكرة هتلاقي اللي ماشي مع أختك وبيكلم أختك من وراءك وبيكلم أمك وبيكلم خالتك وعمتك وبنتك ويمكن زوجتك وبنتك ويمكن تبقى فضحتك للأسف بجلاجل عشان أنت استهمت بأعراض الناس فصلت الله على أعراضك من يجعلك مسخة بين الناس لكنك إذا اتقيت الله تعالى وحافظت على أعراض الناس سيحفظ الله عرضك ويحفظ دينك ويحفظ زوجك وأهلك جميعا إذن الكلام اللي بيقولوه عن الحب في الأفلام والتمثليات والشوارع والنواد ده كلام كذب بفيش حب قبل الجواز قبل الجواز ده كل ما هو إلا استحسان إغراء عشق ولا بعد الجواز يأتي الحب ليه؟ لأن أصل الحب الفناء في خدمة المحبوب القيام بما يرضاه المحبوب أصل الحب الإثار أصل الحب الطاعة أصل الحب أنني أبحث عما يحبه من أحب فأفعله هو ده الحب لما تحب التعرف وتتعرفي على الحب شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يحب زوجه خديجة وكيف أحبت زوجه وكيف أحبته زوجه رضي الله تعالى عنه إذا أردت أن تعرف معنى الحب انظر إلى محبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انظر لمحبة أصحاب رسول الله لرسول الله وانظر لمحبة رسول الله لأصحابه صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تعرف معنى الحب فانظر إلى محبة السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي للسيدة عائشة ومحبة الكل لزوجاته صلى الله عليه وسلم انظر إلى محبة زوجات أصحاب النبي لأزواجهم كان حب حقيقي حب يدرس لأنه قائم على التعظيم والتبجيل والخدمة والطاعة والإثار والحفظ والرعاية شوف معنى الحب لما النبي يقول إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطعتك وإذا أقسمت عليها أبرت قسمك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك أو في مالك ونفسها هو ده الحب ما استفاد المرء المؤمن بعد تقوى الله إلا بزوجة صالحة الإنسان بدون حب يرى في داخله نوع من الخواء نوع من الفراغ عايز زملة هذا الفراغ وده اللي شعر به سيدنا آدم عليه السلام تقريبا في الجنة حينما أدخل الجنة وكان وحده وما حوله إلا الملائكة ونعم الله تبارك وتعالى يخاطبه ربه ويخاطب ربه والقضية كلها يعني هو مش مدرك وحاسس بفراغ داخلي فحينما أراد الله تبارك وتعالى أن يؤنس وحدته وأن يزهب هذا الفراغ وأن يسعده السعادة الحقيقية خلق له من نفسه زوجة لم يخلق له زوجة من تراب فالله على كل شيء قدير ولم يخلق له زوجة ملائكية ولا جنية إنما خلق له زوجة منه هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من زوجها ليه ليسكن إليها فالحب هنا يصادف دائما فراغ في النفس إذا لم تملأ هذا الفراغ بما يرضي الله تبارك وتعالى يصادفه كل حب محرم هو إيه اللي بيخلي الشاب النهاردة يبحث عن بنت يحبها أو البنت تبحث عن ولا تحبه إيه السبب؟ السبب إن فيه فراغ جوه فيه حتة فاضية جوه القلب جوه الفؤاد عازة تتملي الأصل إن هي تتملي بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمحبة الذي خلقك ورزقك ومن عليك بكل ألوان النعم والمنى وبمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دلك على خالقك ورازقك ومنعمه بنعمه الجزيل عليك ومحبة كلام الله تبارك وتعالى ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا الوسع في إبلاغك هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كل ده موجود عند بعض الشباب المؤمن المسلم الموحد ولكنه يشعر أيضا لازال هناك فراغ نعم لازالت هناك مكان آخر للفراغ لكنه ليس بهذا الكبر نحن ملينا الفراغ ده بهذا الحب العظيم حب الله ورسوله والمؤمنين لكن هناك مكان تاني فارغ لازال موجود في القلب هذا لا يملأ إلا بالزواج قال صلى الله عليه وسلم يوم عشر الشباب من استطاع منكم الباقة فليتزوج حتة الفاضية دي بقى انت قادر على الجواز الجوز عشان تملى الحتة الفاضية دي من استطاع منكم الباقة فليتزوج ليه فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج انت مليت القلب بحب الله ورسوله والمؤمنين وهذا دفعك على غض البصر عن الحرام وكف النفس عن الحرام وكف الفرج عن الحرام لكن لازال وهذه خلقة الله تبارك وتعالى وطبيعة الإنسان لازال هناك ميل لأن تملأ هذا الفراغ بامرأة بس في الحلال طيب انت مش قادر عليك بالصيام الصيام هيعينك أكتر على غض البصر وحفظ الفرج لكن اللي قادر على الزواج تزوج فإنك إن تزوجت خلاص اكتمل نصف دينك هذا الفراغ اللي موجود وهذا الإحساس بالجوع في جانب الشهوة سيملأه الزواج فإذا امتلأ هذا الفراغ بالزواج أصبحت متفرغا نفسي لمحبة الله ورسوله وخدمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسهولة ويسر فالشباب النهاردة والشبات علشان معمّ عليهم ومتغطي على عنيهم محبة الله ورسوله ومصرفين عن طاعة الله ورسوله ومصرفين إلى الله واللعب فمش لقيين ملء لهذا الفراغ إلا بما لبس الشيطان عليهم وضحك به عليهم كما ضحك على آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك اللي يبلغ هل أدلك على الحب وتلاقي واحد يطلع يجذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقولك من أحب فعفى فمات فهو شهيد هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مش حاجة كده أبدا هذا كذب ولقد بيّن أهل العلم فساد هذا الحديث وجرم نسبته إلى النوع سلم لم يرى للمتحبين مثل النكاح فلان يحب فلانة اذهب فتزوجها اذهب فاطرق باب أبيها باب وليها وقل له أريد أن أتزوج بابنتك أريد أن أتزوج بأختك لكن تحب من بعيد لبعيد وتشاور من تحت الشباك وتتصل بالتليفون وتخش على الكونت بتاعها وتبعت لها رسائل حب وتكلمها وإلى آخر هذه لصوصية أنت ذئب يا أخي أنت فعلة بنماكر أنت تريد أن تنتهك الحرومات أنت تريد أن تتعدى على حدود الله تعالى عايز تحب صح روح تجوز ما معايش على قد اللي معاك تجوز فعلا في صعوبة جامدة جدا في الجواز تقعد النهاردة عشان تتفق على جواز ابنك ولا بنتك أو شاب يروح عايزين يتجوز يقول له عايزينك تجيب واحد اتنين تلعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية عشر اتنشر مية وبتدي يشوف اللي عليه يلاقي عليه جاء حاجة كبيرة قوي مئة ألف محتاج مئة ألف جنيه عشان يجيب شقة بس ايجار جديد ويوضبها ويحط فيها شاتعفش ويتجوز ويجيب شابكة ويتجوز طب ما هو معهوش عمر ما يتجوز ايه المانع نساهل على ولادنا وبناتنا هات قد اتنون كفاية ماشي يجيب شقة وهات فيها قد واحد وتجوز فيها وهات بقى حاجتك شوية شوية كل سنة كده هات قد اتنتريه هات سفرة هات كرسيين هات مش عارف ايه هات بسهولة ويسر لا ده لازم نيجيب كل حاجة انا فاكر لما اتجوزت اول ما تزوجت ما كانش تقريبا عندي تلاجة جبتها بعد سنة سنة ومص ما كانش عندي غسالة جبتها بعد الاسبوع الاولاني من جوازي غسالة عادية وكان عندي بتجاز اربع عيون ومطبخ وقودة نوم وانتريه وحاجة وسيطة خالص كده وكانت العيشة سعادة ما بعدها سعادة يعني لو جالي او جهل بنتك واحد بالشكل ده هتجوزه والله اذا رضيت دينه وخلقه ووجدت عنده الهمة والنشاط والعمل والبذل سأعطيها له ايه المشكلة لانه فيه معنى الصلاح والتقوى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ايه يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل النهاردة بقت فيه اعباق جديدة يقول لك الشابكة على مين يعني الفرح بتاع الشابكة خد بالك الخطبة على مين الخطبة وشابكة وبعدين كتب الكتاب على مين بعدين الدخل على مين والحن على مين ماشي وبعدين كل حفلة من الحفلات دي عايزالة عشر خمشين الف جنيه حاجة غريبة جدا وحاجة يعني مخيفة ومرعبة الحقيقة عشان كده الشباب والبنات بيجروا على الحرام الولد يقول لك تاب انا هلاقي منين هجيب من ده كل منين خلاص اقضي وطري واملأ فراغ قلبي بمحبة هذه والمشي مع تلك والنظر الى هذه ولمس تلك والتحرش بهذه وخلاص وطبعا عمره مكان ده خلاص ابدا هذا هذا الضياع بعينه ليس خلاصا احنا مشاركين ايها الاباء وايها الامهات وايها الامهات نحن نشارك في فساد بناتنا وابنائنا لاننا ضيقنا على انفسنا وعليهم بطلبات لا نهاية لها ولا حصر لها عند الزواج مدام فيه شقة خلاص شقة اوضة وصلاة وحمام ومطبخ حلوة مش وحشة اوضة وصلاة وحمام ومطبخ مش وحشة شقة في الادغال مش وحشة مش لازم شقة تمليك مش لازم شقة جار قديم مش لازم تبقى شقة فيها كعدد من الحجرات مش لازم كل ده اللي لازم ان احنا نعف بناتنا ونعف ولدنا نرجع تاني سموا الفساد والانحراف حبا والحقيقة ان الحب اشرف واعظم من ذلك سيدنا ادم عليه السلام اعطاه الله حواء فملأت الفراغ وجعل بينهما مودة ورحمة وسكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر خد بالك يعني اذا هنا دين الانسان اما شبهات او او الدين بيغلق باب الشبهات وبيغلق باب الشهوات بيغلق باب الشبهات عن طريق الوحي قال الله قال رسوله وبيغلق باب الشهوات عن طريق الزواج فاذا انغلق البابان استكمل الرجل دينه وتفرغ لرعاية اهله واولاده وتفرغ للقيام بواجبه نحو وطنه ونحو شعبه وتفرغ للقيام من اجل اعمار الارض التي انزل من اجلها اليها لكن النهار ده الشباب ربما الكثير منهم يفسدون في الارض ولا يسلحون بسبب الشبهات ملأت قلوبهم لا معرفة لهم بدين الله لا بكتاب ولا بسنة والشهوات ملأت قلوبهم ايضا فلا يجدون فلا يجدون قضاء وطر الا فيما حرم الله اما قاعد قدام شاشة يرى المحرمات واما سائر مع من حرم عليه واما يتحدث مع من حرم عليه قد تليفونات خربت البيوت وخربت البلاد والعباد وافسدت البنين والبنات الحب اذا من اطهر واسمى الصفات التي يتصف بها الانسان الانسان لا يكون انسانا الا بالحب ولكي يحب لابد ان يختار من يحب ولكي يحب لابد ان يحب ما شرع الله ولكي يحب لابد ان يدرك ويفهم ان اصل الحب حب الله تبارك وتعالى فانك ان احببت الله وانك ان احببت الله تبارك وتعالى ستصنعين وستصنع كل ما يحبه الله ده الاصل الحب تحب ربنا هتصنع كل ما يحبه الله ورسوله اما اذا كنت لا تحب الله او لا يخطر الرب على بالك فانت ستصنع كل ما تهواه نفسك ويحبه شيطانك وما تحسب دي حرية دي عبودية أعني أنك إذا لم تحب الله ورسوله ستحب الشيطان وتحب كل ما يحبه الشيطان وتحب كل ما تهواه النفس وتحب كل ما يحبه لك أعدائك من الفساد والفشل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين عشان تحب صح لازم تعرف ربنا صح قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ليس الإسلام وليس الدين وليس محبة الله مانعة أبدا من المتع في الدنيا والطيبات في الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق مين حرمها هي حلال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة إذا كانت هذه الطيبات فيها بعض المنغصات يعني أنت علشان تحصل على الحلال في الزواج وفي المال وفي كل شيء فيه بزل وفيه مجهود وفيه تعب للوصول إليه في الآخرة ستصل إلى هذه الطيبات بلا أي مشقة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة أي مخلصة من هذه المشاق وهذه الابتلاءات وهذه الشدائق لكنه الإسلام والدين لم يحرم أي طيب فالزواج طيب والطعام طيب والشراب طيب والملابس طيبة والنوم طيب كله متع الدنيا طيبة وجميلة لكن الشيطان دائما يجي لك على الحاجة المحرمة والمحرم ده خلي بالك إيه ده واحد في المليون أكتر كمان ده هي كانت شجرة واحدة في الجنة كلها ربنا حرم على سيدنا آدم شجرة واحدة في الجنة كلها ودي رمزية تبين لك أن المحرمات دائما أقل بكثير جدا 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 من الحلال الأصل حلوا كل شيء إلا ما جاءت تحريمه بنصه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به هذه المحرمات شوف معدودة على الأصابع طيب الحلال كل شيء حلال كل الذبائح الأصل فيها الحل إلا ما نص القرآن على حرمته المتردية والنطيحة وما أكل السبع أهل خنزير كل ذناب ومخلب من السبع والطير باقي كل حلال الزواج الأصل الحل اللي محرم عليك إيه أن أنت تتزوج أمك أو تتزوج أختك أو تتزوج ابنتك أو تتزوج ابنة أختك أو ابنة أخيك أو عمتك أو خالتك أو أمك من الرضاع أو أختك من الرضاع أو تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف هذا هو المحرم عليك بقية النساء كل حال والبحصنات من النساء من النساء وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير المسافحين بعد الأصناف اللي احنا قلناها دي كل امرأة ذات زوج مع أم مع أخت مع ابنة مع ابنة أخت مع ابنة أخ مع عمة وخالة مع أخت من الرضاع مع أم من الرضاع مع أم زوجة مع ابنة امرأة دخلت بها هؤلاء المحرمات فقط على جنب بقيت النساء بقى كلهم حلال يبقى الحرام محدود جدا والحلال كثير جدا جدا عشان محدش يتحك عليك ولك حرمت علينا كل حاجة كل حاجة بقت حرام لا أنا ما بقولك الحب حرام أقصد الحب الذي حرمه الله أن تحب من لا تحل لك أن تحب امرأة ذات زوج أو تحب ابنها أو تحب أقصد يعني فتاة لست على علاقة بها سوية العلاقة السوية أنك تروح تخبط على البيت وتخطبها من أهلها غير كده حرام غير كده حرام لكنك أقول لك حقيقة إن أطلقت العنانة لنفسك وهواك لن تشبع لأن كل متع الدنيا المحرمة زيها زي الماء المالح بالظبط الحاجات اللي ربنا حرمها لا تشبع ولا تسمن منجوع زيها زي الماء المالح أنت لو شربت كباية مية عزبة بترتوي وتشبع وتهدأ نفسك ولا تحتاج إلى أن تشرب غيرها وغيرها وغيرها لكن تعال كده اشرب كباية مية ملحة هتشرب كباية مية ملحة عايز تشرب تاني كلما شربت ازددت عطشا كلما شربت ازددت عطشا ولن تروى أبدا هكذا الحرام اللي بيأكله مال حرام شوف كده بتقول اللي بيأكله مال حرام تلاقي عنده ملايين ومليارات وجعان وعن ما لينهش في قلوب الخلق وعن ما ليمدي ايده للحرام ويجمع في الحرام جمعا عجيبا ما بيشبعش اللي ماشي والعاذ بله في سكة الزنا لا يشبع لو كان كل يوم مع امرأة لا يشبع ولا يجد في ذلك أبدا حاجة من لا يجد في ذلك أبدا سكونة للنفس والذي ينظر إلى الحرام لا يشبع أبدا يقعد يبص يبص طول الليل وطول النهار وما فيش فايدة لا يشبع كل المحرمات لا تشبع مثلها مثل الماء المالح أما الحلال فإنه يشبع بشدة تشرب كبية مية عذبة خلاص تقعد مع زوجتك قعدة كويسة تاكل معها تضحك معها تقضي وطرك خلاص شبعت مش محتاجة تبص لأي حاجة تانية طب لو نفسك مالت إلى الحرام كما قال نوع السلم يقول إذا رأى أحدكم من امرأة ما أعجبه فليأتي أهله فإن الذي معها مثل الذي معها خلاص أنت شفت منظر محرم كان هذا غصبا عنك أو نظرة فجأة ارجع لمرأتك ستجد عندها مثل ما عند هذه وزيادة وأفضل وأنظف وأطهر ثم ستسكن نفسك بعد ذلك ولن تتطلع إلى مثل هذا الحرام إذن الحب اللي هم بينادوا به ما هو إلا واحد بيقولك تعال اشرب من الماء المالح تعال اشرب من ماء آس نجس لن تجد فيه ريا أنت لن تجد الري ولن تجد راحة النفس لن تجد الري ولا راحة النفس إلا في الماء العذب الزلال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة كان عجيب وفاء عجيب حبه للسيدة خديجة سيدة عائشة وحب سيدة عائشة ليه كان عجيب نحن نفسنا الرجال والنساء يتعلموا كيف كان يحب هؤلاء في الله ولله وكيف كان يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إياكم والفلنطين إياكم وأعياد الحب المحرمة إياكم وأعياد المشركين واليهود والنصارى عليكم بأعياد المسلمين إذا عشنا الحب لله ورسوله طول حياتنا فلا ننظر إلى ما حرم الله وإذا فرغت قلوبنا من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الإيمان فإنه لن ترويها محبة أهل العصيان ولا محبة أعياد المشركين وإن كثرت عن ذلك أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم إلى ما فيه رضاه وأن يملأ قلوب كل زوجين من الحب والمودة والرحمة ما يغنيهم عن النظر إلى ما حرم الله وصلى الله وسلم وبرك علي على نبيه محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة